مرسم الخير تجربة أطلقها رصام عراقي من مدينة البصرة بهدف تعليم فن الرسم للموهوبين دون مقابل مادي مساحة للفن والأمل في بيئة عانت وتعاني كثيرا من العنف هذا هو مركز الغدير لتعليم الرسم رغم بساطة المكان وصغره إلا أن صاحبه لا يتدخر جهدا في إعطاء دروس تساعد من لديه الشغف والرغبة للتعلم بالحقيقة مرسم الغدير هو مرسم يعتبر ملتقة للفنانين من البصرة بمختلف طبقاتهم ومختلف عمارهم أكثر ما هو اسم محدد للأنوار المحدد فهو ملتقة ومكان تحديد مواعيد للطلعات للرسم بالطبيعة أو جلسات الموديل أو تداول الأعمال الفنية ومجموعة من المواد الفنية للفنانين وإذا كانت الدروس مجانية هنا فإن كثيرا من إبداعات المواهب الشابة تتحول إلى لوحات تعرض للبيع لهواة الفن ترجمة نانسي قنقر